نستكمل سويا ما بدأناه في مفهوم النهاية اليمنى والنهاية اليسرى وعرفنا إيه النهاية اليمنى وإيه النهاية اليسرى دلوقتي عايزين نعرف إزاي أحسبها في إزاي أحسب النهاية اليمنى والنهاية اليسرى فبنقول لو أنا عايز أجيب النهاية من اليمين بشيل كل X وعوض عنها بX زائد حتة صغيرة حتة صغيرة دي بسمها إيه وفي الحالة دي بقى شيلي التعبير X تقول إلى X0 من ناحية اليمين وحط مكانها A تقول كم للصفر وبالتالي بقت مسألة تعويض نهاية عادية أجبها النهاية من اليسار نفس الكلام ولكن هشيلت X وحط مكانها X ناقص حتة زيارة والحتة الصغيرة دي معناها أن A تقول كم للصفر يبقى شيلي X تقول إلى X0 من ناحية اليسار وحط A تقول كم للصفر وتصبح النهاية مسألة إيجاد نهاية عند نقطة عادية بنقول إن الدلة بكل نهاية عند نقطة X0 إذا كانت كل من النهاية اليمنى والنهاية اليسرى لتنين عند هذه النقطة موجودتين ومتساويتين في الحالة دي تكون النهاية موجودة عند نقطة لكن لو واحدة فيهم مش موجودة أو لتنين موجودين ومش متساويتين يبقى ما فيش نهاية مثلا على كده أوجد النهايات الأثي وبكتب كمان إن وجدت لأن ممكن نهاية ما تكونش موجودة بيقول لي limit X-1 على الجزر التربيعي X-3 لكل تربيعي لما X تقول إلى 0 من ناحية مين اليسار يبقى معنى هنا أن X0 بتاعتي بتساوى كام صفر يبقى أشيل كل X وحط مكانها X0-A طب X0 بكام بصفر ناقص A يبقى الكلام ده هيساوى ناقص A النهاية بتاعتي هتبقى limit أحط X-A-1 على الجزر التربيعي ناقص A لكل تربيع لما A تروح لكام للصفر هتساوى limit ناقص A ناقص 1 على الجزر الشيء التربيع تبقى ناقص A ناقص 3 إمتى لما A تقول لكام للصفر هعود عن كل A بصفر هيبقى البسط بسلب 1 على سلب 3 اللي هي بتساوي 3 الثلث ده عادت حقيقا يبقى النهاية اليسرى للدلة دي عند الصفر موجودة وبتساوي كام بتساوي ثلث مثال تاني بيقول لي أوجد نهاية 10 زائد الجزر التربيع الواحد زائد X تربيع على X لما X تقول للصفر من ناحية اليمين ليه اليمين لأن فيه هنا زائد يبقى هشيل يبقى معناها كده إن X0 بتساوي كام 0 يبقى هشيل X وحط مكانها X0 زائد A يبقى الكلام ده هيساوي X0 زائد يساوي كام A والA تقول لكامة شباب للصفر يبقى هيبقى limit 10 زائد الجزر التربيع الواحد زائد A تربيع على A لما A تقول لكام للصفر لو عوضت تعود مباشر هيبقى 10 زائد الجزر التربيع الواحد زائد صفر تربيع على صفر ده بصفر يبقى يتفضلك فوق 10 زائد واحد على صفر اللي هي بتساوي 11 على صفر هيجع صفر بكام؟ بما لا نهاية؟ ما لا نهاية دي؟ يبقى النهاية اليمنى للدلة اللي فوق عند الصفر غير موجودة النهاية اليمنى للدلة عند الصفر غير موجودة ناخد مسألة تانية limit 1 على x زائد 1 لما x تروح للسالب 1 يبقى هنا x0 بتاعتك بتسوي سالب 1 هو طالب نهاية ايه نهاية يمنى ليه عشان الموجب ده يبقى اشيل كل x وحط مكانها x0 زائد اي x0 بتاعتك بكام بسالب 1 زائد ايه يبقى انا اشيل كل x وحط مكانها سالب 1 زائد ايه وتبقى ال ايه تقول كام للصفر يبقى الكلام ده يساوي limit 1 على اشيل x وحط مكانها سالب 1 زائد ايه زائد 1 لما الايه تقول لكام صفر الواحد يروح مع السالب 1 اصبحت limit 1 على ايه لما الايه تقول لكام صفر يبقى الكلام ده يبقى 1 على صفر بيساوي ملا نهاية طالما طلعت ملا نهاية يبقى الدلل لفوق اللي هي 1 على x زائد 1 ليس لها نهاية يمنى ليه يمنى عشان الزائد دي عند مين عند الناقص 1 ناخد كمان مسألة limit نفس المسألة بس النهاية الايه اليسرى عند السالب 1 يبقى هنقول x زيرو بتاعتك بكام بسالب 1 هشيل x وحط مكانها x زيرو ناقص ايه اللي هو سالب 1 سالب ايه يبقى هتساوي limit 1 على سالب 1 سالب ايه زائد 1 لما الايه تقول لك كام للصفر الزائد 1 روح مع السالب 1 اصبحت limit 1 على سالب ايه لما الايه تقول لك كام للصفر هتساوي سالب 1 على صفر اللي هي بتساوي سالب ما لا نهاية طلعت سالب ما لا نهاية يبقى لا يوجد نهاية بس نهاية ايه يسرى عشان السالب دي عند مين عند السالب جاحت طيب لو قال لي نهاية ف اف اكس اللي هي عبارة عن اك اما الاكس تقول لي السالب 3 من اين من اليسار يبقى هنا تاني يبقى الاكس زيرو بتاعتك بسالب 3 هو عايز نهاية لايه يسرى يبقى شير كل اكس وحط مكانها سالب 3 ناقص ايه والاي تقول لي كام للصفر يبقى قدي الى ان المسألة هتساوي limit ناقص ثلاثة ناقص ايه الكل تربية زاد ناقص ثلاثة زائد ايه ناقص ستة على ناقص ثلاثة ناقص ايه زائد ثلاثة دي ناقص بس يا شباب كده طيب يبقى الكلام ده هتساوي limit لما تفك هيبقى الاول تربية الاول في التاني في اتنين يعني موجب ستة ايه زائد التاني تربية اللي هو ايه تربية ناقص ثلاثة ناقص ايه ناقص ستة على السالب التاني هتروح مع التاني هتفضل لك سالب ايه لما الايه تروح لكام للصفر هتساوي limit نشوف مع بعض كده هنا ايه تربيع اللي هي دي ستة ايه ونقص ايه يبقى زائد خمسة ايه ده وده ناقص ثلاثة ونقص تسعة ناقص ستة يبقى ناقص تسعة تروح مع التسعة الكلام ده مقصوم على سالب كام ايه لما الايه تروح لايه للصفر هختصر لاني لسه في حدود تختصر لو اختصرت كل الحدود على ايه يبقى فوق ايه تربية على ايه بايه خمسة ايه على ايه بخمسة وتحت سالب واحد لما الايه تقول لكام للصفر الكلام ده هيساوش حط الايه بصفر هيبقى صفر زائد خمسة على ناقص واحد اللي هو بيساوي ناقص خمسة على واحد اللي هو بيساوي ناقص خمسة ده عدد حقيقي يبقى الدلال لفوق دي لها نهاية نهاية ايه يسرى لها نهاية يسرى بتساوي كم؟ بتساوي سالب خمسة عند مين؟ عند السالب تلت